بحث المهندس طارق الملة وزير البترول وثروة معدنية مع رئيس أحد الشركات النيروجية الرائدة في مجال حلول التاقة الخضراء مستجدات تنفيذ مشروع إنتاج الميثانول الأخضر الذي يعد الأول من نوعه في مصر وشرق الأوسط ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء وأكد الملة أن المشروعين يأتيان في إطار توجه الدولة للاقتصاد الأخضر وخطوة جديدة تضاف لجهود قطع البترول في خفض الانبعاثات وإزالة الكربون وتنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء الصديقة للبيئة مشيرا إلى أن الشركة النيروجية تعد أحد أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجالات الطاقة الخضراء من جانبه أبدى رئيس الشركة النيروجية اهتمامه بالاستثمار في مصر وتنفيذ مثل تلك المشروعات لتوفير منتجات كيموية خضراء عالية الجودة في ظل تزايد الطلب العالمي عليها ترجمة نانسي قنقر